موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهيري النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف أحداث ساخنة أحداث ساخنة جدا على مستوى الأوروبي من انتقالات المركات والصيفي كمان دور أبطال الأمم الأوروبية ومباراة أكثر من رائعة ويعني خناء على الصفقات ما بين الأندية الكبرى في أوروبا سيكون معنا خاصة هنا في المحترف ملف خاص على المركات في أوروبا لكن كمان على المستوى المحلي أحداث ساخنة جدا جدا يعني طبعا في مقدمتها طبعا زي ما حضراتكم عارفين رحيل بيتسو موسماني مدير الفني للنادي الأهلي بعد جلسة كانت مع الكابتن محمود الخطيب واللجنة التخطيط وطبعا كابتن حسام غالي طبعا عده مجلس الإدارة وطبعا عده في شركة النادي الأهلي أنا عايز أتكلم في النقطة دي من خلال من خلال تعامل الإدارة مع هذا الملف أولا تعامل أكتر من رائع وحقول لكم ليه أكتر من رائع لكن خلينا نتكلم على نرجع بالذكرة وراء شوية الاختلاف الواضح جدا جدا في شخصية بيتسو موسماني في خلال الفترة اللي فاتت وكيف تعامل معها كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي أنا على المستوى الشخصي كنت أول واحد تقريبا قابلت بيتسو موسماني في مقر النادي الأهلي في أول ما وصل من جنوب أفريقيا وكان اتجاهه على طول للنادي الأهلي وكان ليه حوار طويل جدا جدا معه الاختلاف اللي شفته مختلف تماما عن التصريحات اللي يمكن قدل بيها في الفترة اللي فاتت كمان على مستوى الكلام يعني أول ما جيه كان منبهر وداخل النادي الأهلي بيبص للنادي الأهلي وبيقول كيان كبير جدا جدا على المستوى على مستوى على مستوى الطموحات كان عنده طموحات كبيرة جدا جدا حققها مع النادي الأهلي ما فيش حد يقدر يقول إن بيتسو موسماني لم يحقق ما أراده النادي الأهلي في هذا التوقيت حضراتكم عارفين الإدارة شغالة بمواقف معينة وفي ملفات معينة وجود بيتسو موسماني في النادي الأهلي بعد طبعا حالة كبيرة جدا جدا من علامات التفهام إزاي النادي الأهلي يجيب مدرب من جنوب أفريقيا وقد نجح بيتسو موسماني نجاح صاحب بالأرقام وبالبطولات مع النادي الأهلي في أقل من سنتين تقريبا بنتكلم في 635 يوم مع النادي الأهلي سبع يعني خمس بطولات زائد اتنين برونزية على مستوى كأس العالم الأندية أرقام بصراحة تدل أنه هو أدى يعني أداء أكتر من رائع مع التحفز في بعض المباريات على المستوى الأداء الفني على مستوى التغييرات ده كله ممكن نتكلم فيه لكن نجاحه كان نجاح صاحب وكان نجاح على مستوى عالي جدا جدا وكان نجاح لإدارة النادي الأهلي لو رجعنا بالزاقرة الموقف الصعب مع رحيل فيلر عندنا بطولة طبعا طبعا دور أبطال أوروبا عندنا 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 وكان الوقت ديق جدا وكابتن الخطيب ومجلس الإدارة استعان ببيت سمو سماني في ظروف كان الناس كلها عندها نوع من أنواع التعجب ولكن نجحت التجربة بشكل أكتر من رائع على مستوى النتائج وعلى مستوى البطولات طيب على مستوى اللي بنتكلم عليه كمان نجحت الإدارة بشكل أكتر من رائع في التعامل مع هذه القضية إزاي التصرحات الكتيرة اللي طلع بها المستوى في الفترة الأخيرة كلنا عارفينها والكلام عن الضغوط وعلى 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 كل دوت كان ليه طبعا وقفة مع أكيد مجلس إدارة النادي الآلي ولجنة التخطيط وقعدوا مع مصر المستوى المتسماني وقالوا له إحنا عمرنا ما تكلمنا معاك في نواحي فنية لكن على المستوى النادي الأهلي النادي الأهلي لازم النس تاني تعرف إن النادي الأهلي والكلام اللي بقوله ده مربوط باللي جاي النادي الأهلي ليه طابع خاص النادي الأهلي بيتعامل باحترافية شديدة وباحترام شديد في كل المواقص يعني عمر النادي الأهلي مجيء لمدير فني يقال له بتلعب مين وما تلعبش مين لكن ممكن جدا يقوله اللعب ده يمشي ولا ده يقعد لإن ده أسد ده ملك للنادي وليس ملك للمدير الفني وحرجع سريعا أربطها بتصريحات يورجون كلوب بالنسبة لحمد صلاح هو قال لك أنا أتمنى وجود محمد صلاح في النادي ولكن القرار يرجع للإدارة يعني المدير الفني من حقه كل الأمور الفنية ولكن مش من حقه أن يقولك ده يمشي وده يقعد ده يمشي وده يقعد ده أسد للنادي وبالتالي كان الحوار مع مستر بيتسو موتسيماني من خلال الكابتل محمود الخطيب والمجموعة اللي معاه احنا بنتكلمش معاك فنيا ولكن النادي الأهلي ليه خطوط عريضة خطوط عريضة دي عمرنا ما شفنا تصريحات زيادة عن اللزوم ده مش النادي الأهلي عمرنا ما شفنا أن فيه مثلا مدير فني يقولك الضغوط كبير علي أكيد الضغوط كبير عليك لأنك بتدرب أفضل نادي في أفريقيا على مستوى أفريقيا وبالتالي طبيعي جدا أن الضغوط تكون عليك وفي نهاية الحوار دوت انتهى اللقاء أن طبعا إحنا موجودين معاك وفي ظهرك ولكن ولكن بالشروط وبالخطوط العريضة اللي ماشي النادي الأهلي عليها من سنوات طويلة جدا جدا الإدارة كانت متمسكة بشكل كبير بوجوده وده اللي حصل من خلال الجلسة إحنا يعني أعلن النادي الآلي أعلن أن إحنا متمسكين ببيتس ومتسماني ولكن طبعا مش هقول بقى شروط كمان لأنه هو هو ده دور الإدارة زي ما بقول لحضراتكم هو عنده كل المجال في النواحي الفنية لكن مجال الإدارة بالذات لما المدير الفني وأي شخص بيخرج عن نطاق حدود والخطوط العريضة اللي رسمها النادي الأهلي منذ سنوات طويلة بيكون طبعا لازم يكون فيه وقفة طبعا زي ما حضراتكم شايفين احترام كامل جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي حتى لقرار بيتس ومتسماني أنه يرحل طبعا كان الكل يعني أجمع على استمراره في الفترة اللي جاية وعملية الاستقرار مهمة جدا جدا ولكن في الآخر بيتس ومتسماني قرر الرحيل عن النادي الأهلي وده قراره والنادي الأهلي دايما بيحترم القرارات ديت يعني إحنا بنعرض عليك بنقولك أنت متواجد الفترة اللي جاية مش بشروط ولكن بخطوط عريضة لازم تكون عارف أنك أنت مدير فني في النادي الأهلي وبالتالي يعني بيتس ومتسماني قال أنا بشكركم وبشكر الجماهير والنادي الأهلي احترم رغبة طبعا بيتس ومتسماني بشكل كبير وكمان طلع له وقال لك تانكيو بيتسو يعني كمان صفحة النادي الأهلي الرسمية بتشكر بيتس ومتسماني على المرحلة ودي زي ما بقول لحضراتكم دايما بيكون مرحلة دا طبعا الشكر أو اللي طلع بين صفحة النادي الأهلي تانكيو متسماني يعني كانت رحلة طبعا عظيمة معاك وإحنا بنتمنى لك كل التوفيق هي دي سمت النادي الأهلي هي دي سمت النادي الأهلي أن التعاقد باحترام شديد جدا وكمان الانفصال بيكون باحترام شديد جدا وهو ده سمت النادي الأهلي ودايما مجلس الإدارة دايما حاطت قدام عينيه خطوط عريضة ماشي عليها النادي الأهلي بقول لحضراتكم من عشرات السنين وأي حد داخل منظومة النادي الأهلي ممكن يخرج عن هذا الإطار بيكون فيه قعدة للتصحيح يعني القعدة كانت للتصحيح خلي بالك إحنا بنسق فيك بنديك كل الدعم الفني بنديك كل الدعم كمجلس إدارة ولكن خلي بالك من واحد اثنين ثلاثة وكان طبعا رد بيتس موسيماني كمان احترامه الشديد جدا جدا للنادي الأهلي وأنه بيشكر مجلس إدارته وبيشكر جماهيره على الفترة اللي قضاها وزي ما بقول لحضراتكم مرحلة وعدت ومرحلة كانت رائعة ما فيه الشتك مع بيتس موسيماني رغم بعض الانتقادات كل المدير فني بيمر بازين مرحلة ولكن على مستوى النتائج على مستوى الأرقام كانت رحلة يعني ستمية 35 يوم من النجاح والبطولات لبيتس موسيماني اللي كمان النادي الأهلي عمل اسم كبير جدا لموسيماني ما فيه شك النادي الأهلي عمل اسم كبير جدا لهذا المدرب ودايما النادي الأهلي هو اللي بيصنع النجوم وهو اللي بيصنع المدربين وليس العكس الفترة اللي جاي هكون فيها ايه؟ كل الدعم طبعا طبعا من الكلمة يعني الفترة اللي جاية هيكون فيها مباريات كتيرة جدا 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 على مستوى النادي الاهلي انا متأكد ان احنا ان شاء الله باذن الله هنكون على قد المسؤولين الفترة اللي جاية محتاجة تكاتف الجماهير بشكل كبير جدا ومعجبنيش بعض التصرحات من خلال التويتر والفيسبوك ان يعني بتهاجم مجلس ادارة النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم وشرحت لكم النادي الاهلي بمجلس ادارته احترام كبير جدا جدا في المواقف الصعبة وباتعمل باحترافية كبيرة جدا هاخد من دوت كمان لكيف تعامل كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي لسرد الحقائق من خلال الاجتماع اللي عمله او يعني المؤتمر الصحفي الكبير قبل المؤتمر الصحفي ده يمكن اول من النادي الاهلي اعلن ان في مؤتمر صحفي لتصحيح الاوضاع على مستوى طبعا المبرنة هائية لدوري ابطال افريقيا انا في رأيي حسيت ان في الناس بدأت اه يلا بقى المنشطات الكبيرة ويلا دي حتكون في حرب كبيرة وحيكون في كلام كبير وحيكون فيه وحيكون فيه والدنيا حتولع مش هتوقف ده اللي كان الناس منتظراء والناس اللي كانت منتظر دي هي دي الناس اللي متعرفش النادي الاهلي النادي الاهلي مختلف يا جماعة النادي الاهلي لما بيعمل مؤتمر صحفي ويجي رئيس النادي بشخصه يحضر هذا المؤتمر ويطلع بهذا الاحترام وبهذا الاسلوب دا احترام كبير جدا جدا لكيان النادي الاهلي هو دا النادي الاهلي الناس اللي كانت مستنية دا هيبقى فيه درب نار وحتنزل منشطات وتويتر هيولع والفيس بوك هيقول كل الناس اللي كانت منتظرة من الكابتن محمود الخطيب انه يخش في اعراض ويخش في كلام ويخش في اتهامات مباشرة ويخرج عن النطاق مش هو ده النادي الاهلي ومش ده كابتن محمود الخطيب مر بتجارب كتيرة جدا جدا وكان دايما دايما خطوط النادي الاهلي العريضة هي اللي بتحكمنا كلنا إذا كنا ولادي النادي أو من ملعبين مدربين أجهزة مجالس إدارة مجلس المؤتمر قدام حضراتكو دوت الكابتن الخطيب سرت كل الحقائق بدون التجريح في أي شخص بل بالعكس بل بالعكس أنه هو احترم كل الأشخاص على مستوى الوداد على مستوى الاتحاد الأفريقي حتى على مستوى الاتحاد الكورة هو حط النقط فوق الحروف واللي كان مستني الكابتن محمود الخطيب صوته يعلى ويشتم في ده وانت عملت كذا وانت عملت كذا مش ده اسلوب النادي الاهلي مش ده اسلوب الكابتن محمود الخطيب ما تاخدوش أمثلة تانية وتبقى هي ديت بالنسبة لكم اللي يعني قمة القوة وقمة النجاح يا جماعة قمة القوة وقمة النجاح أنك تكون مختلف قمة الاحترام في زمن أعتقد هتبقى فيه وكلنا شايفين المجال الرياضي عامل ازاي قمة القوة أنك تكون محترم لازم نقرأ العنوين صح لازم نقرأ العنوين صح كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته ونجح بشدة في موقف صعب جدا بعد رحيل بايلر قدوم مسيماني بطولات عديدة جدا جدا على مستوى المؤتمر الصحفي النجاح باحترام شديد جدا جدا وضع النقر فوق الحروب بدون أي تجريح بدون أي خروج عن النص وهو ده نادي الأهل أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بضفنا النهاردة في المحترف النقد الرياضي المتميز محسن الملوم سلام خير عليك محسن سلام خير يا كاب أخبارك الحمد لله تمام كله تمام تمام الحمد لله عايز أعرف قبلت خبر طبعا رحيل بيتس موتسماني عن نادي الأهل ازاي ورؤيتك كمان للفترة اللي عادة رؤيتك لتعامل مجلس الإدارة مع هذا الملف وكمان الفيجن بتاعك للفترة اللي جاية النادي الأهلي حي دير الموضوع ازاي يعني بسم الله مرحيم أنا كنت شايف أن رحيل مستماني كان مسألة وقت مش عشان هو فنيا مش مناسب لا بالعكس يعني فنيا حقق حتى مع النادي الأهلي نجحت بصراحة سيتذكرها التاريخ انه اتنين دوري أبطال ورا بعض اتنين صبر أفريقيا ورا بعض اتنين ثالثة عالم الأندية ورا بعض كل دي إنجازات بصراحة بتحسب ليه بعيد طبعا على الإنجازات المحلية ودايما هو في المباريات القبرى كان يبقى عنده توفيق عالي يعني أو بيجد التعامل معهم هنا طبعا مباريات الدرب المصري من الأهل والزمال بيجد التعامل مع الأمور دي لكن هو اللي بقوله أنه كان مسألة وقت لأنه هو تصريحاته لا تتناسب أبدا مع قيمة النادي الأهلي يعني هو يبدو أنه هو مش عارف أو عارف بس ما عارفش إيه اللي في دماغه يعني أنه هو دايما تصريحاته بتبقى مش موفقة يعني لو حضركت لحظ الفترة الأخيرة قبل كده دايما يطلع بتصريحات أنا مش عارف مطلوب مني الفوز على طول طبعا ده طبيعي ده صراحات أصلا لا تديني الأهلي ده بالعكس بتديني الأهلي مكانته الطبيعية أنه دايما فريق كبير دايما يبحث عن الفوز التعادل عنده خسارة خسارة بطولة بعد مثلا لو خدت عشر بطولات ولو دخلت عشر بطولات وخسرت واحدة كارثة بالنسبة للأهلي ده طبيعي في النادي الأهلي بالنسبة أقول لك الضغوط دايما عالية من الجمهور ده طبيعي جدا الناس مش عرضية ده بيفسر قيمة النادي الأهلي يعني أنت واضح عشان كده ده النادي الأهلي بالضبط ما هو أنت الناس يقول لك إيه حتى ما ترى التغريدات بتاع الأخوة مثلا الجمهور من المنطقة العربية كلها خليج وحتى الشمال الأفريقي يقول لك غريب الأهلي يعني في متصدر الدوري أو عنده مباريات مؤجلة لو فاز بها يتصدر في بطولة أفريقا وصل نهاية ثلاث مرة على التوالي واخد بطولات وكذا وكذا ومع ذلك الجمهور مش عرضية ما ده طبيعي لأنه ده آما يبحث عن الأفضل مش موضوع خد بطولة وخلاص بقى يعني ده مش النادي الأهلي يعني فهو في تصراحاته كانت غير موفقة يعني هو فنيا عاز أقول حركة وده اللي عملوا برضا محسن لما تيجي نتكلم ويمكن تكلمت في الإنترو هو مجلس إدارة النادي الأهلي كان دايما سبورت بالنواحة الفنية ونجيب لك لابن العصور زي ما بيقولوا من النواحة الفنية لكن على مستوى أنك تخرج بره إطار النادي الأهلي يعني ما بين قصيني النادي الأهلي بقيمه والمبادئ والأسلوب اللي ماشي عليه سنوات سنين لازم كان لازم يتكلم معاه في النقطة دي بالذات بالزبط يعني حركة قلت مجلس الإدارة كان سبورت لا ده مجلس الإدارة راهن عليه يعني كابتر محمود الخطيب تحديدا بعيد حتى عن مجلس الإدارة هو راهن عليه لأنه اللي اختاره محمود الخطيب لعب الكرة وليس محمود الخطيب رئيس النادي لكن ما نختار موسيماني في التوقيت قبل مباراة نصف النهائي دور أبطال أفريقيا 2020 وكان ساعتها الأجواء شوية يعني مع كورونا بقى ومش عارفين إيه اللي يحصل والمباراة تأجلت اللي هو كان الأهلي اللعب الوداد وكان زمالك اللعب الوقتها ووفق يعني الأهلي راهن عليه أنه هو جاب مدرب من أفريقيا ما بتحصلش كتير في الأندية المصرية يمكن الشيء بشيء يسكر مدرب نهد بركان فلوران أبنجي اللي هو كان مدرب في تاكلاب كونغولي لما جابوه مدرب بركان كتب في الصحافة المغربية على طريقة الأهلي المصري بركان يستعين بفلوران أبنجي بقى وما زالت على فكرة طبعا صحافة المغربية بعيد عن الأزمة طبعا بتاعت الأهلي والوداد أو مباراة النهائي ملعب النهائي لكن دايما كانوا يتحصروا أنه مسلمين راح منهم أنه كان طول الوقت بيخاطب المغربة يعني ممكن يدرب الرجاء ممكن يدرب الوداد حتى لو مش الناديين الكبار ممكن ندئة وسط لكن الأهلي لقى الخط وخطفه لأنه قدرت الأهلي كذا وعند مكارات محتفظ بها بالمناسبة لأن دي كانت نقطة نجاح لكابتال محمود الخطيب لكن هو طبيعي طبعا لما بتيجي النادي الأهلي اسمك بيكبر فبتنور في ناحية الخليج في أي حتة تانية بسعرك بيعلى ده طبيعي مش عايزة كلام يعني خصوصا أن أنت حققت نجاحات مش في الدور المصر ده تحديدا مع النادي الأهلي على المستوى الأفريكي واسمك كبر وعلو وحقك ما فيش أي مشاكل لكن أنت هنا ما خدتش بالك من قيمة النادي الأهلي ولغاية آخر اللحظة برضو محسن أن النادي الأهلي بالاجتماع دوت اللي هو حط الخطوط العريضة ولكن في نهاية الاجتماع أنت مستمر كل الصالحات الفينية ليش أي مشاكل وإحنا سبورت لك لآخر لآخر مرحلة بالظبط النادي الأهلي لما بيه ماشي بقى الموضوع انتهى يعني واضح أنه يعني اللي واضح كمان للناس أنه التصريحات بتاعته لا يا عم أنت بتضرب النادي الأهلي ما ينفعش تقول التصريحات دي مش موجودة في الأهلي تحديدا يعني أنت تطلع تخبط أو تقول حاجات ما ينفعش تقولها تصريحات طول الوقت طبعا ده مش سياسة النادي الأهلي أنه مثلا يتأخر في العودة أنه ما حضرش التدريب حتى لو كانت مباراة دور الـ 32 في كاس مصر المباراة المنافس فيها مش مخيف أو مش منافس قوي له مباراة المصري بالسلوم يعني الأهل والمصري بالسلوم مع احترامنا طبعا لكن في النهاية أنت في منظومة أنت تتبع منظومة النادي الأهلي ما فيهش الكلام ده كله أنت لما يكون بره أنت موجود بره لأنك مدرب النادي الأهلي يعني دي قيمة برضه يعني واضح أنه ما خدش بالهم الحتة دي يعني دامن الأندية الكبيرة يعني الشاب الشاي أسكر لما تجي نتكلم مثلا يعني مش هراح بعيد بابي مثلا الناس كلها بتقولوا أنه فققت كتير جدا رغم أنه مثلا مال للمال مثلا لا يقرم بأحد اللي هو ريال مدريد فإنت خسرت ريال مدريد الناس كلها بتتكلم أنه خسر ريال مدريد رغم أنه كسب ما كسب مدية رهيبة وموجود في النادي الأكبر في فرنسا ونادي برضه طبعا مع التدعمات الأخيرة مرشت التاريخ طبعا التاريخ بيكسب في الآخر يعني التاريخ بيكسب وعندنا نمازج في الدور المصري في أندية طلعت وفي النهاية ما فيش حاجة يعني فيه لعبة حتى راحت الاندية وخسرت لأنها بتخسر التاريخ لأن أنت موجود أنت بتعمل تاريخ بتعمل تاريخ الاندية كبيرة كده الأهلي الزمالك الاندية الرجاء الوداد الترجم دي الاندية كبيرة ما فيش تقرم بحد ريال مدريد على المستوى العالمي فأنت أنت النهاردة يعني بصراحة أنا كنت قلت كلمة لما مسلماني بدأ يعني يلوش شوية في النادي الأهلي الكلام ده من سنة قلته هو الجالبية واسعة عليه شوية بالمعنى البلد النادي الأهلي فهو واضح أنه في الآخر يعني مش معلش تأخل مع ذلك خلينا نتكلم دايما يعني كل يوم بيثبت النادي الأهلي هو صانع صانع النجوم سواء هذا النجم إذا كان لعب كرة أو وصانع المدربين بالضبط أي واحد خرج من تحت النادي الأهلي بقى حاجة تانية يعني بقى حاجة تانية حتى من هو الجزء أسطورة التدريب في النادي الأهلي مع كاملة تقدرنا واحترامنا لي ما كانش اسم كبير مثلا في البرتغال قبل ما كتدرابيا يعني قبل ما يجي نادل أهلي عمل طبعا عشان مدرب زكي ويعرف يتعامل إذا البرتغالين بالمناسبة هم الأنسب للقرى المصرية بالمناسبة يعني سواء منتخبات أو أندية هم بيعرفوا شخصية وعيبة من شخصيت بيعرفوا بيعرفوا من هنا تقل الكتف شوف منتخب مصر مع كروش ومنتخب مصر ما بعد كروش هنيجي طبعا موضوع تاني يعني من القمة للقاعد بكل أمان أطبعا لكن خلينا نتكلم بقى على طبعا الكابتن سامي أمصان طبعا مجلس إدارة كل السبورت لسامي أمصان في المرحلة اللي جاية شاف المرحلة اللي جاية ازاي نادي الأهلي عنده مباريات كتيرة عنده مباريات في الدورة مؤجلة عنده مباراة مع فيرامدس فيه الكاس عنده مباراة أمام نادي الزمالك صحيح طبعا يعني كمان هقولك الجهاز الفني الحالي طبعا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الجهاز الكورة سامي أمصان قائم بأعمال المدير الفني محمد شرف تم تصعيده بقى مدرب مع كابتن سامي أمصان نوشيليان كن طبعا مدرب حراس مرمى محمد النجار مدرب أحمال وطبعا عمر بشدي محلل أداء ده الجهاز تكليف طبعا كابتن سامي أمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت وده طبعا الجهاز الفني بالكامل ومنه طبعا الجهاز الإداري عايز عرب الفترة اللي جاي انت شايفها ازاي يعني فترة أكيد فترة صعبة مش هنقول حاجة مباراة مؤجلة وانت مطالب انك تاخد الدوري على مستوى الكاس عندك مباراة مع بيرامدس على مستوى الدوري عندك مباراة مع نادي الزمالك شايف الفترة جاية ازاي خلينا له أحراك فيه جزئين أو جزئتين ممكن نتكلم فيهم فيما بعد رحيل موسيماني رقم واحد طالما راحل سوماني على الإدارة أن تعجل بالمدرب الجديد عشان الوقت لا يسمع طبعا وكل ما تجيبه يكون أفضل كل ما تجيبه بدر يكون أفضل على المستوى الجمهور حابة أطمن الجمهور انه مفيش لا قلق تماما كان فيه مشكلة ما مش بالنادي الأهلي كان مشكلة عامة فرحلوا كان الأهلي مقبل تقريبا على مباراة غزل المحل المباراة دي لعبة بدون مدرب يعني الأهلي اللعبة بدون مدرب كان طبعا معه احترامي طبعا للجهاز الفني كان أفراد الجهاز الفني المعاون كان الكابت نحمد مهر تقريبا وبقية الأفراد الجهاز طبعا قادر مباراة لكن اللعبة في المباراة دي أبدعوا كسبوا ممكن 3-0 على ما أتذكر يعني لأن لعبة الأهلي كبيرة والجهاز المعاون الكبير يقدروا ما فيش مشاكل فمن ناحية دي بطم من جمهور النادي الأهلي لكن مهم جدا أن أدارة النادي الأهلي تعجل بقدوم المدرب ليه؟ لأن النهاردة أنت مقبل على مباراة الدربي المباراة دي كلنا عارفين بسط نقاطه بطولة لوحدها وأمور كتيرة الفوس فيها يعني مثلا انفاس فيها النادي الأهلي بيبتعد بالصدارة اللي هي صدارة منطقية طبعا اللي ليست صدارة لكن فرق المباراة اللي يكسب فيها مع المباراة دي بتبعد المنافس لكن لو العكس حصل مثلا الزمالك واللي كسب بتدي أمل المنافس بتاعك فبالنسبة لنادي الأهلي بمين نحن بنكلم عن نادي الأهلي طبعا أن مهم إدارة النادي الأهلي تعجل بوجود المدرب حتى لو ما مسكش مباراة الزمالك لو ما يقود لكن مجرد وجود مدرب وهيتابع المباراة دي حتى لو المدرجات بيخل اللعيبة تبقى أقوى يعني تبقى تلعب بشكل حفز أعلى شوية لأن طبعا في مدرب جديد فإذا كان بقى لعب فيهم مش موفق مع موسيماني فعايز يبقى حزوزه أكتر مع المدرب التاني وهكذا فعلى الإدارة أن تعجل المدرب وبطم من جماهيرنا دي اللي ما أعتقدش هيبقى في مشكلة فنية لحد طبعا ما يجي المدرب الجديد بإذن الله كل التوفيق أولا لكابتن سامي أمصان أداءه أدود وكابتن سامي أمصان جوه المطبخ وعارف كويس أو اللعيبة وعارف إنترنياتها فكل التوفيق لكابتن سامي أمصان في الفترة اللي جاية وجهازه معاون كابتن محمد شرف هو باقي الجهاز الفني والإداري خلينا نطلع لفاصل بعد الفاصل هرجع لمحسن ونتكلم بقى على منتقب مصر وما يعني مستنيينوا من مباراة كوريا الجنوبية بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محسن عايزين نتكلم على منتقب مصر ونتكلمنا على منتقب مصر يعني الأمور ساخنة جدا وعلى ما تستفهم كتير جدا 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 لكن خلينا نتكلم الأول عن مباراة كوريا الجنوبية مباراة إن شاء الله بكرة مباراة مع فريق محترم هل إحنا فعلا مستعدين على المستوى الفني وعلى المستوى الزهني والنفسي إن إحنا نلعب هذه المباراة ولا على أي مستوى مزجزين ولا على أي مستوى اللي بيحصل للمتخب ده طبيعي جدا طبيعي جدا إنه كون النتائج السيئة دي والأداء الهزيل اللي إحنا مثلا خسرنا 2-0 من أسيوبا لكن أنت بتخسر بأداء سيئ جدا وبتنجوا من هزيمة كبيرة جون ما تحسبش ليهم أو جون طبعا مستحيح كرة في العرضة ضرب الجزاء كان ممكن تحتسب ليهم وإنت ممكن تطلع من مباراة دي بخماسية نظيفة مثلا على الأقل ومتبقاش مفاجئة إنت شطر أولاني تسعى كرات للمتخب الأسيوب على المرمى وإنت سفر كرات على المرمى يمكن أنا في صحيفة أسيوبية بعد المرشة كتبت نعم انتصرت أسيوبية يعني هما حتى مش بسدقين نفسهم أنت بتطلع بالشكل ده يعني بالأداء السيئ ده ده نتيجة طبعية طبعا للتخبط اللي موجود في اتحاد الكورة لا في مشروع ولا في خطة ولا في أي حاجة هوا الموضوع يلا هات مدرب مصري هات يلا إيهاب جلال يلا كده يعني العملية ماشية كده يلا ها هب يلا جبني إيهاب جلال ولعب طبعا نتيجة سيئة جدا مش من المرشة أسيوبية من حتى المرشة غينية شوف المرشة احنا كسبنا ازاي احنا كسبنا بكورة باي لك خبطت غيارة اتجاهها دخلت وقابليها أصلا كان هما ممكن يسجلوا لولار روانة بتاع المنتخب غينية كان يسجلوا كان كسبوك فصل القهرة حتى مش ده مش رأي الفني أو مش رأي مثلا خبراء كورة أو نقاط ريادين لا شوف رأي الجمهور نفسه الجمهور قطع المباراة يعني المباراة اللي أمن سمح ب40 ألف متفرج انت ما حضرش ألفين تقريبا ولا حاجة زي كده الجمهور ده فهم قاطع حتى الجمهور الغيني كان أكتر منك فالقادم أسوأ طالما موجود بالشكل ده القادم أسوأ ممارات كوريا الجنوبية طبعا يوم انتخب كوريا بيلعب معاك عشان هو معهم غانة في المجموعة بتاعته في كاس العالم فأفريقيا نفس المدرسة تقريبا بالضبط يعني مصر وغانة كورة الأفريقية تقريبا شبه بعضها فبالنسبة لهمهم عشان كده مش أكتر لكن انت يلا زي ما شفت بقى أعداد مش عارف كم واحد رايح وأهم حاجة البدل وأهم مش المرش يعني مش المرش هما رايحين يرفرجوا على سولي يعني وحاجات كده لكن يبقى بعد كل الأحداث اللي يمكن استخنة في الفترة اللي فاتت يمكن يعني موقف أعتقد موقف جيد جدا ان الكابتن إيهاب جلال أفل على اللعيبة بشكل أكتر من رائع ويمكن نتكلم معهم وقال لهم احنا في مهمة رسمية احنا في مهمة وطنية اللي قدامنا كل الناس بقى تنسى كل الأحاديث وكل اللي فات دوت احنا قدام مهمة وطنية وده شيء مهم جدا واعتقادي كمان فيه سبورت من لعيبة للكابتن إيهاب يعني فيه حالة من حالة السبورت للكابتن إيهاب ممكن جدا هل ده ينعكس بكرة في المباراة نشوف روح دايما النزمة بين قسين كده بتتكلم من منتخب مصر مكانش عنده روح حتى روح العودة للمباراة في مباراة أسيوبي هل هنشوف شكل مختلف على مستوى الأداء منتخب المصري بكرة رغم الغيابات الكتيرة هنتكلم فيها أنا وانت مفترض يا كابتن مفترض أن انت النهاردة الجهاز الفني بقادة كابتن إيهاب جلال واللعيبة كلهم سيئين جدا وما فيش أسوأ من كده انت وصلت لقاع يعني انت وصلت لقاع ما فيش عندكش أسوأ من كده حتى مجمعتك انت الرابع فيها يعني ما فيش ما فيش بعد كده انت وصلت الرابع يعني خلي بالك الرابع بس كل الفرق بنفس النقاط تالي ما لما نقول الأسماء يبقى عار يعني ما نقول الأسماء يبقى عار فأنت الرابع في أجواتك فأنت وصلت للقاع فأنت عندك فرصة جات لك مباراوة دية ممكن تقدم فيها مش هقولي نتيجة اعمل اللي عليك اعمل عليك قدم لي شكل كويس جدا واضح أن عندك خطة أن أنت قاري المطش كويس أن أنت طلعت فلان ونزلت يعني يبقى فيه فكر واللعابة تعمل لي عليها ففرصة سهبية كبيرة جدا طبعا الناس مش هتحكم طبعا بالقطع لكن علي قالي لما تقدم شكل كويس طميني طميني أنا أن المنتخب ممكن يجي منه لأنه من حصن حظ المنتخب ده أو الجهاز الفني ده أن المنتخب ما عندهش ارتبطات قبل سنة قصدي مش ارتبطات ما عندهش سبتمبر ما عندهش رهان كبير قبل سنة يعني أنت كل المجموعة بتاعتك الست مرشدات اللي هتلعبهم دول أسيوبا رايح جاي غينية ما عرفش المرش الملاوي يعني كلها مرشد عيفة برضو ما احترم يعني فكل دول هيكملوا حتى يمكن بعد كاس العالم لكن الرهان الأول لك كاس المؤفرقية عشرين تلات عشرين بعد سنة في كودوفار ده الرهان القوي اللي احنا قريدي إن شاء الله متأهلين ما هو يعني منتخب مصر أكيد يتأهل إن شاء الله يعني بأي مجموعة لكن منت الفترة دي مطلوب منك ديني يعني حسن يعني مثلا هل مباراة بكرة ولو المنتخب المصري ظهر بشكل جيد نتكلم شكل جيد على مستوى الروح على مستوى الأداء على مستوى الفني هل ده يكون كمان سوفورت الكابتن أهاب جلال إنه ممكن يكمل الفترة اللي جاية هو مفترض ده مصح إن إحنا نعمل بالقطع لعب مانش كويس فانشيل أو لكن لكن ده أصبح أمر واكع يعني الناس لما حملت قوي بعد هزيمة سيبيا طلع جمال على الأمر رئيس الانتحاد وقال لك أهنا مش عارف حزيب مهمة مباركات بيدرسوا سيفهات أو سيرر الزيتها لبعض المدربين الأجانب ده معا أنه هيقال وده هيبقى مؤكد في حالة الهزيمة مع أداء سيء أو الهزيمة بنتيجة كبيرة أو اللي الناس كلها متوقعها بالمناسبة يعني لكن إن حدث العكس واللعيبة قدروا ينطفضوا لنفسهم ويبقى عندهم يعني شوية دم يعني بلغة الكورة كده إنه يلعب يعني يلعب بشكلك أنت برضو اسمه منتخب مصر مش إلا أنت من من شوية لسه لعب نهاية كاسمات أفريقية وخسران بضربات الترجيح وخسران التأهل وكاسل عالم بضربات الترجيح يعني في الأول في الآخر اسمها ضربات الحظ يعني بعيد عن التوفيق وعدم يعني يعني دايما بكلم فيها محصن دايما المشجع المصري اللي بيحب بلده دايما بيحب يشوف ولاد بلده محروقين في الملعب يعني إحنا آه زعلنا شوية حتى لما قسرنا البطولة الأفريقية في النهائي لكن الروح العالية خلتنا مبسوطين بالفرقة وكنا هنطلع نقابلهم في المطار وحنطلع نديهم حقهم كذلك على مستوى كاس العالم يعني حتى وصلنا لهذه المرحلة الناس كانت مبسوطة من الروح هقول لي حركة الحاجة الشيء بالشيء يذكر في الحتة بكلفة على مصر منتخب الجزائر منتخب الجزائر كان حامل لقب البطولة الأفريقية 2019 واخد بطولة حتى كاس العرب بالصف الثاني وبعدين لما جاء في كاس العرب الأفريقية خرج من الدور الأول وهزمتين كانت عادل تقريباً مع سريلون تقلب عرفشان غينية للسوائية ولا اش عارفت غلب من يعني خرج من الدور الأول بشكل مزر جداً الكل هناك قدوا صبرت الجمال بالماضي واللعيبة خلاص ما فيش أي مشاكل هنال عندنا مهمة بعد أقل من شهرين كاس العالم وكاس العالم طبعاً شفت خرجوا إزاي بشكل دراماتيك رهيب جداً دقائمية ثلاثة عشرين بيخرجوا على أرضهم ومع ذلك ومع ذلك كمل 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 النتيجة كانت إيه بقى يا كابتن لما شفت أنا وشفت الماضيين بتوحهم أول مباركة على أرضهم أغندا كانوا بيلعبوا أغندا الكسبو 2-0 ولا دقاً ما كانش مقنع بس دقاً ما كانش مقنع مش عشان المنتخب سيء لا واضح أنه كان عنده هزة نفسية طبعاً طبعاً من خرج من كاس العالم بالزبط بالشكل ده مش خرجم بس من كاس العالم بالشكل اللي خرجوا بي الماتش التاني كانوا تحسن نسبين لعب تنزانيا في تنزانيا وكسب اتنين طبعاً ما احترمي طبعاً المنفسين مش هما اللي قدر أعيس عليهم لكن فيه تحسن اللي أكد لي إن الاتحاد الجزائر كان عنده حق في الإبقاء على جمال بولماضي ماتش مبارح لعبوا مبارح ماتش ودي مع إيران في كتر وما كسبوا اتنين واحد بس إيه الروح كانت عندهم عالية جداً أشرك لأول مرة سبع لعيبة بيلعبوا مع المنتخب لأول مرة ومع ذلك الفريق قدر يهزم منتخب كبير زي من منتخب إيران لعبوا كبير يعني واضح من الكلام اللي انت بتقوله أني فيه شغل معمول فيه مشروع فيه مشروع بربع لي احنا فين المشروع بقى المشروع كان عندي كروشة دايماً بتكلم في موضوع المشروع وأكيد كل اللي بيسمعونا دلوقتي يزهق بقى من موضوع سمعنا كتير أول مشروع لكن هو ده الصح يعني حتى على مستوى الكرة الجزائرية جمال بالماضي بيلعب سبع لعيبة لأول مرة يلعبوا مع المنتخب في مباراة قوية منتخب إيراني منتخب قوي شفنا حتى على مستوى على مستوى أوروبا طبعاً على مستوى منتخب إيطاليا فيه فرقتين لعبوا فيه خلال أربعة أيام منهم سبع تمن لعيبة أول مرة يلعبوا في المنتخب الإيطالي متوسط عمرهم 19 سنة فيهم ولد لسه أول مرة حتى الناس تشوفهم في إيطاليا ولد ممتاز عنده 18 سنة بيلعب في زيوريخ وكان بيلعب في الإنتر ففيه حاجة بتحصل وفيه مشروع ودايماً أنا عندي مثال صغير كده محسن أنا دايماً بقول أن الكرة المصرية كده عاملة زي العمارة الكبيرة اللي شكلها حلو قوي بتيجي هزة بتهز العمارة شوية فإحنا بنعمل إيه تدهن الدور الأخير وتلمع العمارة فتبقى شكلها حلو بتيجي هزة تانية يا دماعة العمارة أيلة للسقود العمارة أيلة للسقود إحنا فاضع خطر جداً لما يكون عندك عمارة أيلة للسقود أنت بتعمل إيه ما بتصلحش الدور الأخير اللي هو ما بتصلحش بس المنتخب الأول أنت بتصلح الأساس بتاع العمارة عشان العمارة تمسك نفسها ويبقى حتى الدور الأخير الناس اللي قاعدة فيه اللي هو المنتخب الأول منتخب صلب وحال المشروع هل ننتظر مشروع هل ننتظر أن فيه حاجة جاية خلال الأربعة سنين اللي جاية لا ده عزو الله حركة الحركة ده ربتم سلمة طب كرة عالمية أوطاليا ده حتى الرسال جاية لهم الأمثال جاية لهم من أوروبا يعني أعلى صفقتين تموا لحد دوقتي في أوروبا اللي تنين اللاعيبة 22 سنة و20 سنة نونيز وتشاوميني بتاع الوراح ريال مدريد الصغيرين لأن الاستثمار في الجواهر ده ده اللي جاي ده اللي جاي واضح نعندهم مشروع ليفربول عنده مشروع من يجي وقت الكلام نتكلم عنه والريام الدين عنده مشروع من سبع سنين معلومة بالزبط انت بتعمل مشروع فانت النهاردة هات يا بجلال يلا الموضوع خلاص بقى يا بجلال بكرة فشل خلاص ماشي يا بجلال بقى واحد أجنبي يعني يعني هو فعلا أي كلام أنا كنت عايز أجمل الكلمة فعلا أي كلام انت بعدكش مشروع عندكش خطة ماشي عليها عشان كده بقول لحضرك ليه ضربت المسال بالجزار لأن ما يكون عنده مشروعة زي جمال بالماضي هو مسك المنتخب وعنده مشروعة رغم عدم رضى النقاد الرياضين وحتى الخبراء الكرة الجزائرية بنتقودوا بشكل صارغ جدا في الاستوديات وممكن حتى الدائم من ده بس في النهاية ده متاحهم بس هيا دي القوة برضو خجبارك هيا دي القوة انك طالما عندك مشروع وانت شايف ان هذا المدرب والمدير الفني قادر على تحييز المشروع ما يحصل أبنز دون يعني هيتلع شوية وينزل شوية صحيح طالما على الطريق الصحيح خلاص بالزبط وعندك مثال تاني مش بعيد برضو المغرب يعني المغرب لازم أتكلم عليها لابقى عندك واحد زي وحد خلو زيتش صعادهم كاس عالم ولكن هو النهاردة متعند بشكل كبير جدا ضد النجوم نصر مزراوي اسمه حاكم زياش واعتقد حمد الله اللي هو بتاع اللي هو بيلعف السعودية التلاتة دول لاجنا عنه متحديدا حاكم زياش فهو متعند بشكل بصراحة يعني حتى ايه كان فوز لقجعو رئيسة حال مغربة كورتا القدم قال انا هعود مع التلاتة اللي هم التلاتة لعبه ان شاء الله انقربوا جات النظر لان الجمهور المغربي يهموا يشوف اللعبة دي لا ده افضل لعب عنده يشوفهم في كاس العالم فهو رده قال انا ما يعنينيش الكلام اللي قاله فوز لقجعو انا بالنسبة لي لو مستعدة مش بكرة ما عنديش مشاكل هو شخصته قوية طب ماشي موافع النهاية هحط نفس مكاني المواطن المغربي والنهار ده عنده مباراة مع العبارية اعتقد النهار ده اخر يوم او اخر مباراة اعتقد انه اخر مباراة لي اعتقد اخر مباراة لانه حتى الناس ردوا عليهم يرد منطقة قال لهم انا وصلتوكو كاس العالم فقالوا لانت خرقتنا من كاس المواطن أفريقية بقى ده اهزل جدا قدام مصر وقسرنا اتون واحد وحتى في كاس العالم انت اهلتنا قدام فريق هو الاضعف كسب كونغو تعديلت معه برا واحد واحد وكسبته في المغرب اربعة واحد واتاهلت يعني ما اخدتش مثلا من مصر من تونس من السنغال انت اهلتنا في مرش عادي جدا يعني كونغو كونغو لسه خسرنا من المنسبة من سودان اتنين واحد يعني دلولوك اقول له انت ده مش مبرر انت في النهاية لعب اللعبة دي اه كان فيه طاطش ومدرب شخصته قوية جدا لكن في النهاية انت اللي تكسبه لعبه اه انا معاك انت من اللعبة تيجي تعتذرلك وفوز اللقجع قال انه هجيب التلاتة ونقرب وجهة النظر عشان يهد الرأي العام الرأي العام في المغرب مش طايق وحيت خلو زيتش بسبب النقطة دي يا عم انت عندك لعبة كويسة هات اللعبة كويسة مع المجموعة اللي عندك اشرف حكيمي والبقية يقدروا يعملوا مرشاق كويسة على الاقل يعني لكن هو متعند فهيمشي اعتقد النهاردة اخر مباراة لين النهاردة هكون مباراة ليبريا في الجولة التانية في المجموعة بتاعتها والمجموعة الحداشر اللي كلها تلاتة يعني جنوب افريقيا والمغرب وليبريا بعد طبعا السبعات زنبابوي لكن ومع ذلك هيمشو ليه بقى لانه واضح انه مش عنده مشروع واده رجل متعنت وفي اللعبة كويسة هو المتعنت فبرضه هيمشو انت تخد العبرة من منتخب المغرب تخد العبرة من منتخب الجزائر منتخب الجزائر كم لرغم المهازل اللي حصلت انت ما عملتش نفسينا برضه محصن نلاقيه في المنتخب الاول كده نشوف على مستوى مستوى للشباب يعني اللي بلعبه في منتخب الشباب والمنتخب اللي هنبي اللي جاي في 2001 نفسينا يكون فيه استراتيجية ان المدير الفني لازم يكون عارف ان على الال اللي تاخد تلاتة من هذا المنتخب ويبدأ ياخد خبرات مع المنتخب الاول وهو صغير انا بكلمش هو صغير ده صغير دلوقتي في اوروبا 17 سنة جابي بيلعب منتخب اسبانيا الاول وهو عنده 17 سنة وامثلة كتيرة جدا نفسينا نشوف في المنتخب الاول نشوف عناصر مش هتديك دلوقتي لكن يعني السنة اللي جاي يكون عنده على الال 20 مبارادة ولية وبالتالي خلاص انت بتبني عملية البناء عندنا بالاسف مش موجودة احنا ليه احنا ليه واخدين وقت طويل جدا مع رونالدو وميسي يعني رونالدو من بداية الالفية بيلعب مع مانشستر الونايتد وميسي ظاهر من برضو من اواخر الالفية ليه موجودين معنا لعبهم صغرين يعني 19 سنة على 18 وكانوا موجودين مع الفرية لو انت بتتكلم على اسماع يعني دول اساطير ماشي بس واخدين في كله يا محسن انا بفتكر ان توني كروز في كان موجود في مصر في كاس العالم للشباب 2009 كانت المانيا مجموعة الكاميرون شكل التطور بعدها بأربع خمس سنين بقى متواجد في باير مونيخ وبعدين ريال مادريد هو ده اللي بتكلم عليه وفي نفس الدورة دي الاجيال دي فين كاسياس في اسبانيا وكان رولاندينيو في المنتخب البرازيين كانوا صغرين بس كانوا جايين لكن احنا هولا بياخد من وش القفص زي ما بيقولوا طبعا ده ما يصح عشان انا جاي النهاردة اختار اللي عبت الاهل والزمالك واللي هو محمد صلاح على ترزيجية عنني وهات افشا هات محمد شريف هات مش عارف طرق حامد الهم اللي قدامك طبعا هات لنت من تحت ما هو دوت برضو يا محصن يعني بنعذر برضو المدير الفني لان هو السوشيال ميديا للأسف بقت متحكمة بشكل كبير جدا في المواضيع وانت لازم يكون عندك يعني رؤيتك الخاصة لو انت شايف ان في الوقت اللي جاي احنا نعتمد بشكل او باخر نجيب خمس ست ولاد عندنا منتخب كويس اوه في الفين وثلاثة والفين وستة مش لازم يعني نستنى عليهم لغاية ما نكون عندهم 24 و 25 سنة تديهم خبرات وتديهم والناس هتبدأ تستحملك لانك انت حاطت فيجن حاطت رؤيا يا جماعة الولاد دول بتديهم عشان خلال سنتين ثلاثة هيبقوا هم عندهم عندهم الثقة وعندهم القوة وعندهم عندهم يمثلوا مصر بشكل افضل فهو ده للأسف اللي ناقصنا هنقش معاك على مستوى كمان انت قلت اسمين على مستوى المركاتو وطبعا المركاتو طبعا في اوروبا مشتعل بشكل كبير هنعرض لحضراتكو اهم صفقات المركاتو يعني ترانسفير ويندو في اوروبا بعد الفصل اهلا بحضراتكو مرة تانية في المحترف وزي ما اقول لحضراتكو المركاتو السيفي مشتعل في اوروبا لكن قبل ما اتكلم معاك محسن على المركاتو وانتقالات اللعيبة الكبار على مستوى الاندية الاوروبية النهاردة يمكن الحياة النهاردة نادي ريال مادريد الاسباني عمل حفل كبير جدا في سانتياجو برنابيو طبعا الاستاذ العظيم في مدريد عشان يودع نجمه البرازيلي مارسيلي بعد 15 سنة في هذا النادي تاريخ كبير جدا جدا لهذا اللعب بطولات كبيرة جدا جدا يمكن ما انتقلش من ساعة ما انتقل من البرازيل لأوروبا عن طريق ريال مادريد ما انتقلش اي نادي تاني حتى في الاوقات اللي ما كانش بلعب فيها بشكل بشكل مباشر لكن يبقى نجم كبير جدا جدا والنهاردة شفنا الحفل زي ما حضراتكم شايفين وكمان اكيد الدموع يعني دموع طبعا 15 سنة في النادي الملكي تاريخ كبير جدا جدا رأيك ايه في الاحتفالية ديت ورأيك ايه في هذا اللاعب والنجم الكبير حتى في وقت من الوقات لما بيحس انه حتى ما بلعبش في صفة مستمرة لكن عارف قيمة الكيان اللي فيه عارف في تاريخ هذا النادي شفت الاحتفالية ازاي محسن الاول قبل اي حاجة كابتن شوف هو لما جاء في 2007 ازم ايه 2007 لما جاء لريال مدريد جاء طبعا مكان واحد يعني المشكلة كانت كبيرة بالنسبة له جدا يعني ريبرتو كارلوس يعني ريبرتو كارلوس كان يبقى مشفق عليه كان مستوىع عالي جدا لكن هو بالامانة يصل به الوقت انه كان افضل زهر ايصر في العالم يعني مع طبعا فاوك تقول كارلوس لما خد معهم در ابطال ثلاث مرات او 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 الربع يمكن ما كانش دور قوي لكن قبل كده كان على طول لي الاخير اقصد ملوش دور قوي لكن السلسل على اليوتيوب اللي هو بيوقف في الكرة ازاي وهي جامل يعني كان نموذج للزهر الاسر في العالم يعني حط مرسله نموذج قدامك وقس على اي حد طبعا هتقس لو حطيت من افضل زهراء الشمال في العالم على مستوى التاريخ اكيد هيتحط واحد منه طبعا اكيد طبعا اكيد هو كمان على مستوى على مستوى الشخص يعني يحظو احترام الجميع من جماهير ريال مدريد هذا اللاعب اللي استمر 15 سنة من 2007 بينتهي طبعا ارتباط وبهذا النادي نشوف مارسل قال ايه بعد هذا الوداع الكبير لنجم كبير البرازيلي مارسل عندما غادرت البرازيل كانت خطتي هي ان العب لنادي كبير في اوروبا ونفوز بلقب دور ابطال اوروبا عشت حياة مثيرة رائعة منذ ان انضممت لريال مدريد في السن الثامنة عشر كانت زوجتي يومها في السن السابعة عشر في ذهني كنت ادرك انني يمكن ان اكون احد افضل اللاعبين واليوم اغادر النادي كاللاعب الذي فاز باكبر عدد من الالقاب في تاريخ افضل نادي في العالم ذكرت في سانتياغو بيرنابيو ان مستقبل ريال مدريد يبدو جيدا يمكننا ان نثق في مستقبل النادي فمستقبل ريال مدريد واعد كما هو الحال دائما اود ان اذكر بان ابني يلعب ضمن فريق الشباب اتقدم لكم بالشكر جميعا اليوم ليس يوم حزن ولكنه يوم سعيد لقد حضرت للنادي وانا طفل والان اغادره وانا رجل انا سعيد للغاية شكرا لكم التاريخ كبير جدا جدا وهو زي ما بيقول كمان ابنه بيلعب في نادي ريال مدريد في فريق الشباب وزي ما انت قلت حتى على مستوى على مستوى التاريخ اللي عمل مع ريال مدريد مميز جدا مميز ومميز وبعدين هو كمان يعني هو احترم الاسم الكبير اللي هو فيه عشان كده فيه بعض اللعبة للأسف بيعت تاريخها بسبب حاجات زي كده لابد نحن نذكر مثلا لعب قيمة فنية عالية جدا وليس سليمان بالنسبة النادي الاهلي انه هو ماشي في السكة دي يعني ما شافش مثلا اغراءات مادية رغم انه كنت المهرية العالية جدا والفنية العالية جدا ومع ذلك فيش اي مشاكل خالص بيقعد احتياطي انطلب موجود ما فيش اي مشاكل وقت الزن اي ممكن قال في كسام الانديا لما كان عنده مشكلة في السكواد ما فقدش كنت النادي اللي يالني ده اي هو اي سلوه اي زي ما رسله هيلعب في الريال اكبر من الريال مديدة يروح فين يعني انت موجود انت ربنا كرمك بقيت فاكبر نادي فما تسيبوش يعني ما فترض ان انت ما تسيبوش يعني اكبر من كده تروح فين الامور لا تقص بالمال في الحتة دي زي ما كنا بنتكلم من شوية على مسلماني كده في بداية الكلام يعني الحاجات دي ما بتقصش يا جماعة بالاموال لان دي القيمة يعني دي حاجات قيمتها فيها يعني لا تقدر بتمن مفعش مثلا عشان كده الناس يمكن بكرر لحركة الناس بتقول مثلا ان ببيه اخطأ ما هو اخطأ واخد ارقام رهيبة جدا من ضعفة اللي كان ياخده في ريال مدريد وفي نادي كبير برضو باريس سان جرمان لكن لا انت التاريخ لا يضاهي يعني يمكن طبعا مع الفرق طبعا ببيه لسه 23 سنة لكن على مستوى كمان الانتقالات ما نكلمش على العبن نكلم على مستوى المدربين طبعا قالت بوكتينيو طبعا المدير الفني الارجنطيني لباريس سان جرمان قالته وهل كانت بالنسبة لك مفاجأة كمان خلاص بوكتينيو بعد خلاص هو بينتهي وبيرحل عن باريس سان جرمان هل هل زين الدين زيدان هو الاسم المطروح لمشروع القادم زي ما اتكلم طبعا انبابين هو بيتكلم على مشروع واهم هدف تاني في المشروع هو الحصول على دور أبطال الأوروبا لا هو الهدف الأول للمشروع يعني عشان كده بلهم كتير أول بزبط ما هو لو بوكتينيو ميشي ليه عشان ما خدش دور أبطال أوروبا يعني هم دائما يفضلوا يجربوا وما جابوا لعيب كل العالم خلاص عنده نيمار عنده ميسي عنده مبابين عنده ديمارية عنده كل حق عطى حراس المرمى عنده دوناروما يعني عنده على كل المراكز ولم يخسر نهائي أو يخسر بطولة أبطال أوروبا يقول له قدام بقى الكبار يعني مرة قدام الستي وأخيرا قدام ريال مدريد يعني بتلاقي داما يخسر قدامه الكبار هو رحيل المدرب طبيعي جدا ومنطقي تماما لأنه لم يحصل في النهاية على دور الأبطال يفوز بطولة الدور الفرنسي عادي جدا يكسرون عادي لا يوجد أي مشاكل في الكلام ده كله لكن المعضلة بالنسبة لهم البطولة القرية دور الأبطال لم يفوز بها فخلاص يرحل وأعتقد طبعا المحادثات مستمرة مع زين الدين زيدان إذا كان فيه مشروع يبقى طبعا زين الدين زيدان هو الأقرب هو الأقرب هو الأقرب إذا السيبردو زيدان في كله كده يعني زي الجماعة بتوع ريال مدريد يعني بيروح دايما للكبار يعني تلاقي حتى ما دربش بعد ريال مدريد وقبل ريال مدريد كان فيه رديف الرديف بتاع النادي ريال مدريد نفسه كان بيدرب يعني فريق الشباب بالضبط عشان كده لما طلع تطلع مع الشباب إحتلوا أوروبا ثلاث سنين وربعة مع كوكبت الكبار أو المسج ما بين الخليط ما بين الكبار والصغر فأعتقد لو كان فيه مشروع يعني يبقى يبقى زين الدين زيدان ويكمل الموضوع مش بين يومه ومش بين يومه ليلا يعني المشروع يبقى مستمر يا جماعة عشان كده أعتقد أن طبعا زيدان هو الأقرب ورحيل بوكتينيو طبيعي جدا وعادي جدا ليس مفاجأ مش مفاجأة بالنسبة لك وفي اعتقاد الشخص أنه طبعا زين الدين زيدان أعتقد هيكون عنده يعني أولوية كبيرة جدا لأنه كمان فريق متكامل ينقصه بس دور الأبطال وطبعا دور الأبطال زيدان عنده خبرات فاز بهذه البطولة ثلاث مرات متتالية فيه إنجاز كان كبير جدا طيب على مستوى اللاعبين طبعا هالند وانتقاله للمان سيتي طبعا دي صفقة حسمت من بدري يعني حتى كانت قال برشلونة كانت قال ساعتها الريال لكن طبعا ما رحش لأينا ورح طبعا السيتر رح برقم كبير جدا 75 مليون أعتقد طبعا بصراحة المان سيتي بيدعم صفقة بقوة يعني فعلا المان سيتي يستحق دور الأبطال لأنه بصراحة من أقوى أنديوة أوروبا حتى بيخسر بيصالشوف البطولة دي وعمل زي باريسين جرمان لكنه حتى أقوى من باريسين جرمان يعني فريق متكامل بكل أمان هلند كانت الحل المقصة لفريق جارديولا يعني دايما بنتكلم أنه كان بيلعب بدون رأس حربة تارجت سترايكر هلند هو هلند هيحل المشكلة دي هيحل المشكلة حتى سمعنا أن جيزيوس طبعا هيمشي هيروح أرسنال هيروح الأرسنال وبالتالي صفقة زي دي تقول خلاص أن أنت بتجود طبعا مش عايزة كلامنا طبعا هو أفضل من خسوس يعني هيكون أفضل منه بكتير طبعا هلند بصراحة المستقبل الفترة اللي جاي بعد نهاية ضوء حكبة ميسي ورونالدو أو خفوت الدوء بتاعهم مع ظهور طبعا صلاح والبقية هتلاقي الدور اللي جاي ده وقت على هلند وبقية النجوم اللي هما بيطلعهم من ريال أو من برشولة لكن هلند طبعا أكيد هيدف تماما يعني بصراحة الكتيبة دي هي مش نايسة حاجة بصراحة لكن لما يتحط لها كمان هلند طبعا هتنور أكتر يعني لأن برضو الفوز بالدور الإنجليزي هنقول مثلا السيتي بيفوز لكن بيفوز معلش فرق نقطة بصعوبة برضو العملية مس سهلة يعني تعادوا ليطلق خسار البطولة طبعا فعشان كده العملية مش مسهلة الدور الإنجليزي صعب جدا قوي جدا الفوز به بصراحة وضاهي حتى يعني مش مجرد فوز بالدور العادي مش الأسباني ولا الفرنسا ولا ده هو أعلى بكتير حتى على مستوى الدور الألماني طبعا حضراتكم عارفين هو منتقل من بروسيا دورتموند ولكن شتان منش هنقول الفوارق أكيد بفوارق كبيرة الدور الألماني محصوم بشكل كبير دايما للبايرن ودورتموند يعني بيلعب دور الرجل التاني لكن على مستوى البريمير ليج زي محسن مقال دايما في النهايات يعني النهاي البطولة ممكن تتحسن في الدقاءة الأخيرة تعالوا مع حضراتكم هنته هنطلع فاصل وبعدها كمان نشوف هالند قال إيه بعد نمامه للسيتي أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا بنتكلم على الإعلان الرسمي للمان سيتي بقدوم هالند اللعب النرويجي القادم من بروسيا دورتموند وماكينة الأهداف هل سيكون على نفس المستوى بالانتقال من البونديز ليجا للبريمير ليج وما أدراك ما البريمير ليج لكن كل الناس وكل النقاط بيقولوا هي الحلقة اللي كانت ناقصها جارديولا وجود هذا اللاعب تكتمل للحلقة ويكون طبعا من أقوى الفرق على مستوى العالم لكن تعالوا مع بعض كمان نشوف تصريحات وهالند قال إيه بعد الانتقال للسيتي أنا ولدت في إنجلترا لقد ظللت أشجع سيتي طوال حياتي وأعرف الكثير عن النادي أعتقد في نهاية الأمر العاملان المهمان هما أنني أحس بأنني لست غريبا هنا وأن بإمكاني أن أتطور وأن أقدم أفضل ما لدي مع السيتي اخترت أن أتي إلى هنا تعجبني طريقة لعبهم تعجبني الكرة الهجومية وأعشق الإيجابية التي تسود في مباريات من السيتي هذا ما يعجبني كثيرا أعتقد أن هناك تطابقا حقيقيا بيننا كما قلت أعتقد بأنني يمكنني أن أتطور كثيرا تحت إشراف بيبي جوارديولا في هذا النادي يمكنني أن أتحسن في نواحي كثيرة وأن أحرز أهدافا كثيرة يعني تصريح رائع جدا هاخد رأيك فيه أنه حتى على مستوى بيكلم أنه لسه ما وصلتش لسه هتطور نفسي وأن جوارديولا أكيد هتطور من مستوى أتكلم كمان أنه هو مولود في إنجلترا وبالتالي التأقلم بالنسبة له عادي جدا وهو يعني مولود هناك الجزء التالت أنه هو كمان من هو صغير ويمكن على وسائل التواصل الاجتماعي كان فيه صور محسن وهو لابس تشيرت المان سيتي وبشكل المان سيتي من هو صغير رأيك إيه في التصريح دي وتوقعاتك على مستوى وجود هالند في المان سيتي دي بداية مباشرة جدا وبداية جيدة لهالند في الدور الإنجليزي مش بس في الستي وتوقع له أنه يكون نجم فوق العادة في الدور الإنجليزي لأنه واضح أنه هو مش جاي أنا نجم كبير أنا لا لا أجبني بتصريحاته واضح أنه جاي حتى ولكن جاي بطور على عيد بيب جردولة يعني فهي الثقافة كبيرة لا لا عشانك أقول حركة دي بداية موفقة جدا وإحنا في انتظار توهج موهبة هالند في الدور اللي إحنا كلنا بقى منفرج عليه يعني الدور الإلماني ممكن نشوف ممكن ما نشوفش لكن كلنا نفرج على الدور الإنجليزي في حتة تانية طبعا فأحسن الاختيار وكويس أن نراح الدور الإنجليزي حتى لو الستيتي مش مش مشكلة بس إحنا يعني إن شاء الله منتظرين متعة حقيقية بإداء ضافة للدور الإنجليزي بكل عمل في الشك كمان على مستوى ليبر بول كمان نونيز طبعا نونيز لاعب لاعب بنفيكا البرتغالي وقدومه يعني الاتنين جايين بمئة مليون تقريبا مئة مليون يورو مبلغ كبير جدا كمان خمسة وسبعين خمسة وسبعين خمسة وسبعين نونيز خلص بخمسة وسبعين طيب على مستوى يورجن كلوب سريعا هل هو كمان بعد طبعا خروج سادي ومانيه من منظومة ليبر بول هل هو الحلق الأفضل في خط هجوم ليبر بول للموسم القادم ده ما كان يبحث عنه يورجن كلوب لأنه دائما بيدور عينة معينة من اللعيبة بيطور أداءها هو يضم السنائية دياز وجوتا زي ما كان عمل قبل كده في البداية مع سادي ومانيه ومع صلاح في البدايات يعني بيطور بين أداءهم طبعا ومالعباء أكيد كبار بلا شك لكن هو لو تلاحظت تلاقي الاسفصمار في الجواهر الصغيرة يعني اللي يبقى عنده 22 سنة حسياتي بتقوله أنه 34 هدف 41 مباراة في الدوري البرتغالي منهم 26 هدف في الدوري بيخلينه طبعا هدف الدوري النوعية دي هي اللي بيدور عليها يرجو الكلاب اللي ويقعد بيجيب القيمة دي ويقدر يشكلها زي ما هو عايز فهو يضمها لسنائية دياز وجودها يبقى عندنا السلسلة تقوى طبعا غياب السادة ومانية في ملو الموضوع انتهى يعني ويقدر يعني هيوازي إن شاء الله قوة السيد بكل أمان محسن بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعالم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضراتكو دي كانت نهاية حلقاتنا النهاردة من محترف كل توفيق يا رب لمنتخبنا والكابتن إهاب جلال بكرة في مباراة أمام المنتخب الكوري كل التوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله نعمل مباراة جيدة بإذن الله تليق باسم مصر واسم مصر الكبير على القرى الأطفية معادي مع حضراتكم إن شاء الله الخميس القادم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف